تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب الرئيس سيسي في برقياته لأشقائه من زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة دعين الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك وتلقى رئيس سيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والرخاء